موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية الفيروس كورونا خلال الساعات الماضية حيث تم تسجيل ثلاث حالات وفاة واربع وعشرين حالة إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل إحدى عشرة حالة تعافي وبهذا يصل إجمال الحالات التراكمية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا إلى ألف وثلاثمائة وثمانين حالة بينها ثلاثمائة وأربعة وستين حالة وفاة فيما بلغت حالات التعافي ستمائة وثلاثين حالة تعافي حتى الآن قتل عدد من قيادات ميليشيات الإنقلاب الحثية في مواجهة مع قوات الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية شرق محافظة صنعاء وقالت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية حشدت عناصرها لشنه هجوم واسع على مواقع الجيش الوطني في جبهة صلب مديرية نهم شرق صنعاء وأضاف المصدر أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف عملت على تشتيت الميليشيات موضحا أن كل الحشود تبخرت في صحاري الجوف وصلب ومجزر تاركين قتلهم وجرحاهم في الوديان والصحاري وأضح المصدر أن المواجهة والغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية كبيرة أحبطت القوات المشتركة هجوما لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة الفاخر شمال الظالع ونشبت المواجهة عقب هجوم شنه الحوثيون على تبة عثمان الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق مدينة الفاخر مستخدمة عربة بي ام بي وأسلحة الدوشكة وقال مصدر عسكري أن عناصر ميليشيات الحوثي شنوا الهجوم من أسلحة ثقيلة في محاولة لإرباك جبهات القتال في جبهات الظالع وأضاف المصدر أن القوات المشتركة نجحت في صد الهجوم الحوثي وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منهم إلى غرب المدينة تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال الأول عمالقات تصدوا لهجوم نفذهم سلحي الحوثي على كيلو 16 وأكد المصدر أن عددا من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم كما جرح آخرون خلال المواجهات العنفة التي خاضتها وحدات الأول عمالقة فيما لاذ البقية منهم بالفرار باتجاه أوكارهم تركين جثث قتلاهم وتحاول الميليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية المتمثلة باتفاقية سويد إحداث أي انتصار يعيد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن دون جدوء حيث تتوالى خسائرها على أيدي القوات المشتركة نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام عملية إطلاف وتفجير لـ 866 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبوة نسفة في باب المندب زرعتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية وأوضحها مدير عام المشروع سام القصيبي في تصريح صحفيا عملية الإطلاف شملت 249 لغما مضادا للدبابات و 263 قذيفة منوعة و 305 فيوزات وقنبلتان يدويتان وصاروخ طيران واحد ويعمل مشروع مسام في الساحل الغربي 16 فريقا هندسيا موزعين على منديريات باب المندب والمخى والخوخة والذباب وموزع والوازعية والدريهمي وحيس بالإضافة إلى مديرية كرش بمحافظة الأحي ومديريات مكيراس بمحافظة البيضاء وقعطبا بمحافظة الظالم من جهة ثانية تمكنت فرق مسام الهندسية منذ انطلاقة المشروع حتى الآن من نزع أكثر من 172 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة من ثماني محافظات يمنية محررة انتهى المجز في أمان الله اشتركوا في القناة